من منافسين وأن نفكر دائماً عشر أو خمسة عشر عاماً في المستقبل وفي الماضي أعتقد أننا قد حظينا أو كنا غير صابورين واليوم علينا أن تكون لدينا استراتيجية دائماً وأن تكون هناك خطة للعقود القادمة والآن حان وقت الاعتراف وعلى الرغم من جهودي الكبيرة والحثيثة أن أرغب في أن أقول أنني لا أعتقد أنني سأبقى وزير خارجية بعد خمسة وعشر عاماً وأنا أحب هذه الوظيفة مع الأزف وأرغب أن أضمن أن الدبلوماسية ستبقى لهذا الوقت لأن المصالح التي نحميها والقيم التي نرويج وندعمها ستتجاوز أي دوائر أو احتطورات سياسية في المملكة المتحدة وعلينا أن ندرك أن تكون هذه القواعد قوية ومرسقة وأن لا تحدث هناك تغييرات ولدينا الكثير من الأمور التي تجعلنا أن نتساءل بشأن هذه الجهود ولكننا يجب أن نحاول لأن هذه العلاقات ستكون ضرورية لنجاحنا في المستقبل والواقع هو أننا إذا لم نكن أصدقاء جيدين سيحاول آخرون أن يملأوا هذا الفراغ ولا ينبغي أن تفقد أي فرصة لحدوث ذلك وكل دولة تختلف عن الأخرى وهناك تهديدات مشتركة والتركيز الرئيسي على القوى المستقبلية الذي أناقشه وتأمين تطورهم الاقتصادية الخاص بهم ومرونتهم وثباتهم في وجه التهديد من الأمراض والإرهاب والكثير من هذه الدول قد تمتعت بالنجاح السريع ولكن قد لا يتمكن من مواصلة ذلك فتعداد سكانهم أكبر من تعداد سكاننا في البرازيل هو 33 وفي إندونيسيا 30 وفي الهند 28 فقط أكثر من أي شيء آخر يحتاجون إلى توليد النمو وخلق الوظائف وإرضاء طموحات الشباب وهذا يعني اجتذاب الاستثمار والاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية واستخدام قوة التكنولوجيا الجديدة وتحييد الكربون في اقتصادهم بالطريقة التي تنشر المكاسب وتخفض من الخسائر وتحقيق التحول المتعلق بالطاقة العادل وفي هذه المجالات والمجالات الأخرى فرصتنا هي أن نظهر أن المملكة المتحدة يمكن لها أن تكون شريك موثوق ويمكن الاعتماد عليه وطويل الأمد وأنا مصمم على أن أقوم بالاستثمار في الدول التي تشكل مستقبل العالم لذلك نحن نطور العروض البريطانية المنتظمة في الأمن السيبرالي وتغير المناخ والحماية البيئية لأننا نعرف أنه في العقود القادمة ستكون هناك صدمات اقتصادية وتغير المناخ سيكون له تأثيرات والدول سترغى في الحصول على التكنولوجيا والتمويل وإمكانية الوصول إلى الأسواق لدعم تطورهم لهذا السبب قد وفرت المملكة المتحدة 5 مليار جنيه سترليني في التمويل الثنائي للعالم النامي ونحن ندعم هذه الأجندة في إطار النظام المالي وفتح المزيد من المصادر ونوفر المصدر الموثوق للاستثمارات البريطانية في إطار التصدير البريطاني وقد حصلنا وردتنا الرسالة ونعرف أن ينبغي أن تتدفق الموارد بشكل أكبر من هذه المبادرات إلى المشاريع الحقيقية على الأرض وسنقوم بالاستخدام الكامل لقوة التي حصلنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر